الأنبياء نور الحياة جاءوا بالخط الممين سيرتهم حبل النجاة مبشرين ومنطرين موسى الكريم رب اصطفى نداه في توري سنين أوحى له يلقي عصار بالمعجزات في كل حين من فرعه نواما ولا نشه رب العالمين علمنا درسا سمى إن معي ربي سيهدين قلبك حينين يا نبي وما فيش حنان على كوكبي الشمس طلعت بالغروب لما بتزعل عصابي قال للنبي أنا مش سعيد عصفري مات وكان وليد صلى عشانه ركعته وفي كل عين دمعت شهيد من الحب ليه تستغربه ومن الحقيقة بتهربه سيدنا النبي في بيت الصبي وكل ليلة بيلعبه دمع الفرح فاض من عينه لما النبي طبطب عليه وفرح ميته وحنيته صف الملايكة بين إيديه البحر يمله الدموع وندى المحبة على الخضوع من غير معاد رب العباء تبكي الصحابة من الخشوع السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد خاتم النبيين وآبائه آدم ونوح وإبراهيم وإخوته موسى وعيسى وجميع المرسلين وكل عباد الله الصالحين آمين يا رب العالمين اليوم هو اليوم الثامن من شهر رمضان المعظم وقد رافقنا فيه نبي الله وكريم الله موسى عليه السلام خلينا أصحاب موسى عليه السلام البارحة وهم يقولوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة يحبوا إله صنم بعد ما شافوا ربي نجاهم من البحر نجاهم من فرعون يحبوا توسنم ويدونوا به قلنا والحمد لله أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإن اتبعت كثيرا من الأمم في عاداتهم وفقاليدهم فاتبعوش في عبادة صنم اليوم شنشوفوا فاعبد الله مخلصا للدين شوفوا التوحيد الخالص كيفاش يكون وبقي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومعنا أخونا عبد الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي رفيق ومرحبا أخي صحيح بأخوانا التقنيين سادة المشاهدين في تونس خارج تونس كذلك رب إن شاء الله يتقبل منا ورب إن شاء الله يبلغنا العشر الأواخر من شهر رمضان ويكتبنا فيه من عتقاء من النيران ورب إن شاء الله يبلغنا منه ليلة القدر ويقدرنا على قيامها وعلى صيام كامل هذا اليوم وكامل هذه الأيام إيمانا واحتسابا يا أرحم الراحمين ورب العالمين ورفقنا في هذا الشهر المعظم أخونا سهيب الحلبي وهو منشد ديني نحن في تونس تقوله سلامية سلامية إيه وأنت صاحب فرقة فرقة إنشاد فرقة حلب للإنشاد والتراث في تونس يعني هي بتعمل الإنشاد الديني وطابع التراث وشاركت في تونس في بعض التظاهرات الثقافية عملت في أيام المولد في القيروان عملت حفل وعلى صعيد مهرجانات أخرى عملت في الكاف وتستور ومنوبة ودقة وعملت آخر مهرجان كان آخر شيء في دقة وهلأ عنا إن شاء الله في الصيف في مهرجانات مدينة إن شاء الله أتخذ الله مننا ومنكم شهر الصيام وجعله مع كريم الله موسى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام شعارنا فيه وشعار المتقين الموقنين الموحدين الذي قاله موسى الكريم وهو إن معي ربي سيهدي قلنا إن نجاة موسى وقومه من فرعون نعمة ونعمة كبرى والنصر من عند الله عز وجل هذه النعمة كيف قابلها قوم موسى قابلوها بالشكر قابلوها بالتوحيد قابلوها بيرد النعمة إلى صاحب النعمة أم بالجحود وبالفعل طلبوا بشي عبدوا إله أول ما شافوا غيرهم يعبدوا في صنام قالوا نحبوا حتى إحنا صنام سيدنا موسى تعلمنا منه الحكمة والحلم في المعاملة معهم قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبروا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون وقلنا إنه حتى نعلم أن القرآن ليس كتاب خرافات ولا أساطير أراه الآن في القرن الواحد والعشرين ثم ناس تعبد في الأصنام لا حاول أن يقولوا التلب له والحمد لله على نعمة التوحيد باش نشوفوا اليوم كيفاش تكون عبادة هذه الأمة خالصة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة التوحيد نعم أخير رفيق هناك أيضا عبر أخرى وعبرة كبرى أيضا في الحديث في ذكر قصة بني إسرائيل في القرآن هو أنه أول حاجة ساعة ما نقعوش في اللي وقعوا فيه بني إسرائيل وإحنا حديثنا عن التوحيد تقول لي كيفاش فما أخطاء ممكن يقعوا فيها البعض يقول النبي صلى الله عليه وسلم في المعنى أن بشن تبعوا بني إسرائيل في الأعمال أو في بعض هذه الأعمال قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه حتى لو كان دخلوا جحر ضب ضب هو حيوان يعيش في الصحرى من الزواحف قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى تقصد يا رسول الله على اليهود والنصارى بشن تبعوهم قالوا من فما يشكون غيرهم فإذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أننا من الأمة خطر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لتتبعون وهذه معجزات النبي صلى الله عليه وسلم من دلائل النبوة نعم قال لتتبعون سنن على شكون يخاطب يخاطب في الصحابة يعني يخاطب في المسلمين قالوا منكم اشتبعوا للناس اللي يقبلكم السنن يعني الطرق اللي الناس تبعتكم يقبلوا شكونهم يا رسول الله اليهود والنصارى نعم هنا نشوفه اليوم فما كثير من الناس اللي يحاديوا ويحكيوا ويتبعوا كوبيكوليف اللي يقوموا به فيما يتعلق الأمر مصابقا نتبعوهم في الحاجة الباهية هذا بالعكس نحبوا الحاجة الباهية ولكن نتحدثوا عن العقيدة عن التوحيد بالفعل ناخذوا الدليل على ذلك مبني إسرائيل طلبوا من نبيهم أن يجعل لهم إلها صنما يعني يتبركون به كما شافوا هما وحتى عند النجاة وقالوا نحبوا نحبوا صنم كما شفنا الناس دوما عندهم صنم نحبوا حتى نحن عنه صنم نتبركوا به كما هما عندهم هنا مر بعض الصحابة نقولوا جانبوا الصواب في ذلك وما رجعين عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا معاه كانوا وقتها قبل أحنين يقول فممررنا بسدرة سدرة عظيمة قلوا احنا في المثلة انتعنا يقول المالي ماشي للسدرة ازيتونا أولى بي السدرة هي شجرة شجرة كبيرة وراقها معروفين يعني تستعمل حتى في مرة طبية فقلت يا رسول الله هنا توا أبي واقد الليثي يقول قال أبي واقد الليثي اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط كيف شف السدرة هذيك السدرة هذيك كانوا فيها في الجاهلية يعلقوا فيها الأسلحة متاحهم يتبركوا بها كيتعدوا منها فقال له وقال لهم يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط من النوت يعني من التعليق كما هما عندهم ذات أنواط في الجاهلين نحبوا حتى احنا تكون عندنا ذات أنواط نعلقوا فيها فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر هذا كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة شنو الفرق قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم فالموضع هذا عمل مقارنة قال لهم انتما قلت كما قالوا بني إسرائيل اش قال بني إسرائيل هنا قالوا أنه اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قالها الموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنكم لتركبون أو تركبون السنن الذين من قبلكم رأيكم قاعدين تتبعوا في الطرق متاع الناس لقبلكم لو واحد مثلا يجي يعلق ذيل حوتا وجيه واحد يقول له هذا ما يجيش يقول له لا الله والنيات وإحنا قصدنا مش هكه النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر ذلك كما يعملوه بني إسرائيل بالضبط عبارة إله لو تعتقد أنت أن ذيل حوتا معلق على دارك هو بشي يدخلك البركة ولا يتغير لك العين هذا يشبه العمل قومه وقصة على ذلك قرن غزالة وحوتة ومنش عارف شنية هنا تصرف الصحابة لهنا فكل المخلفات وكل رواسب هذه المتاع الجاهلية اللي كانت موجودة قبل عندهم بعبادة الأوثان والألات والعزة ومناته بل والأشكال والطقوس اللي كانوا يعتمدوا فيها ما زالت نوعا ما موجودة منها ذلك علش كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهيهم على حاجاته وبعد يقول لهم ما عملوها مثلا كان يقول لهم ما تزوروش البقابر وبعد كان يقول لهم زوروها لأنه كانوا هم حدثاء عهد بالشرك يخاف لكان يزوروا المقابر في الفترة هذه كانوا يعملوا المقابر فقال لهم بعض كتهنى عليهم قال لهم آي ميسيرش زوروا المقابر فهنا كانوا عندهم أسماء متاع آلها ما أنزل الله بها من سلطان ويزعمون أنها تقربه من الله مع الأقل ربما هذا حتى أكثر من اللي كان يقوم به فانوسرق قالوا اجعلنا آلها فقالوا أنه هالآلها هذي بيش تقربنا إلى ربي وهذا كان لش بعض الناس تقولوا يودي يتقل لها رو وذيك شتعم بيها قال لك ليه أنا نعفل ربي هو ينفع وذر أما ليه هذيك نستعمل فيها هكا باش نتبرك بها نستباخت بها كما الناس اللي يتعلق مثلا صدفة هنا قول لك هذي ودع يسميها ودع بوجودة في الحديث روه هذيك ودع اسمها والتميمة شنية التميمة شنية يكتب كلام ويعلقوا أذية فيها اختلاف وما ما يكون الكلام هذا وفي قول الجمهور حتى إذا كان يكون قرآن يعلق قرآن ويبدأ يدور به ولا يدخل به للبيت الخلاة كانوا مش قرآن وكان القرآن هل تجي تحط قرآن تحت راسه صغير والله أعلم شي أعمل عليه صغير هذيك وتحط أكلام ربي تحت دي مكتاب أكلام ربي تكون عالي فهذه اسمها تميمة والنبي صلى الله عليه وسلم عظم على التمائم فقال من علق تميمة ودع الله له تورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا فايدة في النية الإسلام هو دين الحنيفية ما لا حنيفية ميلان كامل لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاعتقاد يكون إلا في صفات الله عز وجل وأسماه الحسنى لا نافع إلى الله لا ظار إلا الله لا طارد للعين إلا الله لا مانع من السحر إلا الله ربي سبحانه في القرآن على السحر قال وما هم بظارين به من أحد إلا بإذن الله كيف تعتقدش في حاجة معلقها وتقول الذي رأيه بش منعني قل إن الأمر كله لله عبشي قرارنا آية على توحيد أخونا سهيب استمتعوا بكلماتها ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين لإن أشركت لا يحبطن لإخلام للنبي صلى الله عليه وسلم رأى لإن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين مثالها هذه مثال إنسان شهاد قفة منقوبة يحط فيها في الحسنات بتاعه ربما يصلي يقرأ القرآن يصوم ولكن عنده أعمال متعشرك كما قلنا التميمة وتعليق ذي الحوتة والاعتقاد في غير الله والاعتقاد في القبر متعفولان أنه ينفعني واخلي نمشي نزوره فهذه كلها أخطاء فيولي يحبط عمله بل الله فاعبد وكن من الشاكرين عبادتنا نحن الحمد لله ريت مرة واحد غرب يدخل للإسلام قال Unseen God Unseen God بالانجليزية يعني الله الذي لا يرى قال أحببت في دين الإسلام أنني أعبد إله لا أراه قمة التجرد لله عز وجل عبادة روحية غيبية هذه أول صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون بالغيب أول ما تفتح سورة البقرة تجده مع الإشارة أخيرة فيه أن الإسلام هو دين الفطرة كذلك وهذا نتبينوه من الدروس أن الإنسان هو مهوش روح فقط هو روح هو جسد وذلك علش العبادة أتت لتستجيب لمتطلبات الروح والجسد الثنين مع بعضهم مش فقط تجد أنه روح مثلا الصيام الصيام هو عبادة روحانية لكن العبادة الروحية هذه طريقك لها هو هي السلوك منع الجسم طعام وشرب فما شراب فما طعام سيمنع فما إفطار فما فرحة كذلك لما ناخد مثلا الأب لم يحب يعبر أو الأم أو يعبر عن حبه لابنه مثلا يقبله اللي سماها النبي صلى الله عليه وسلم هذه رحمة لما قال هذه رحمة نعم صلى الله عليه وسلم لما تشوف حد يعني مثلا تحب تعبره على مودك لي مثلا تصافحه هذه ترجمة جسدية عن حب روحي كما يقول الشاعر كأن إذا تصفحنا تعنقنا بكفينا الحب علاقة روحية والتعبير عليه يكون بحاجة جسدية يعني نمد يدي ونحظن ابني أو ابنتي وهذاك عليش نقو أنه كما قلنا مثلا حدثنا على الصيام الصلاة كذلك هي تشوف انتفاع حركات هي ليس حركات فقط لكن الحركات هذه تدل على خشوعك تدل على طمأنمتعك أنه إذا كان ما فمس وجود رهو صراتمتعك ناقصة فما هيش هي فقط العبادة هذه كسحيح هي أقوال هي خشوع هي طمأنينة لكن أيضا هي حركات علش لأنه الإنسان إضافة إلى روح أيضا هو حركات مش يقعد في مكانه فقط إلى إذا كان طبعا عنده عذر جعل أيضا ربي سبحانه وتعالى الصلاة عندها اتجاه اتجاه واحد بشي تصلي اللي هي القبلة اللي هي الكعبة قبلتنا نسكو المسلمين فالعبد يصلي لله سبحانه وتعالى ورغم أنه يعرف أنه ربي سبحانه وتعالى في كل مكان وحيثما كنتم فثم وجه الله حيثما كنتم يعني وجه ربي سبحانه وتعالى في كل مكان ولكن جعلنا قبلة ما نشتخلو في المسألة لخلافالي أنه في كل مكان يعني طبعا فمتقولك شاو في كل مكان في السماء أحنا بالنسبة لنا أنك ينتوجه نشوف في المواضيع التزمعنا تزمعنا ما نشتخلو في المواضيع التفرق فأينما تولو فثم وجه الله كذلك ربي سبحانه وتعالى جعل البيت أفضل أماكن فيه على وجه الأرض هي بيوت الله سبحانه وتعالى وأشرفها وأعظمها هي الكعبة إخي ربي سبحانه وتعالى تعالى عن الشبيه وعن النظير وعن التحيز وعن غير ذلك هل أنه هل بيت هذا فيه هو ربي سبحانه وتعالى لا تعالى الله عن ذلك ولكن هي كعبة شريفة فها رمزية كذلك في بسبب الحاش طهر بيتي بيتي للطائفين هو بيت ربي سبحانه وعلى أجعله لنا خطر أنه جانب جسدي عنا جانب طيني حبي شدنا طول مثلا عليش مش العبادة تكون انت قاعد هكا وتصلي الرب بالخيال متاعك على خطر عندك جانب جسدي يحب يتلفت المكان يحب يزور مكان تمشي تعمل عمرة إن شاء الله ربي سألنا الكل عمرة في رمضان كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم تمشي تعمل حجة وين مشيت؟ إلى بيت الله عز وجل فهذا تعبير جسدي عن عبادة روحية نعم إن شاء الله ربي يرزقنا إن شاء الله حجة وعمرة إلى بيت الحرام وإحنا نتحدث عن الحج كذلك اللي فيه رمي الجمرات فهم يقولك شنا هو إذي رمي الجمرات ترمي في الشيطان يخي والشيطان قدامك مكتف تشوف فيها أنت هي رمزية هذه هي حركة أنه رهي العبادة فيها حركة كيما الصلاة ما لقول إيش معناتها يخي نزل إيش معناتها نارك إيش معناتها كذلك تحدثوا على الحكم يزمن برشة حلقات شنبينوا ذلك ولكن تفهم أنه هذه ترجمة هذه الكلمات أنت روح وجسد فالروح مجرد لله عز وجل الجسد يتبع الروح أما بالاتباع من تعال نبي صلى الله عليه وسلم نحن نأخذ حتى الحركات العسكرية علاش العسكرية هزيديه ويعمل هكذا فبكلها إشارات اتعبر على أمور من داخل احترام لدرجات للعينين حتى حركات العينين شكل العينين غزر امتاع يعني بش ما نقولوش بش ما نقولوش بش بيه الإسلام هاو فيه وثنية شبيكم تطوفوا حول البيت فما ناس تقولها تورا شبيكم تطوفوا حول البيت نحن لن نقدس البيت شبيكم تقبل الحجر الأسود ومحلاها كالقبلة في الحجر الأسود والله إحساس عظيم الله لا يحلم منها مؤمن وربي سهللنا إن شاء الله لنا وليكم زيارة غادي بدونك التدافع بطبيعة يوصل الإنسان ويقبل الحجر الأسود ثم أثاره تقول أنه يمين الله في الأرض سيدنا عمر كان فيقم ليه شايف النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر فذهب وقبل الحجر ولكنه قال أما وإني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولأني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك بعد ذلك الشاعر يقول الحجر الأسود قبلته بشفتي قلبي وكل وله لا نعتقاد أنه نافع بل له يامي بالذي قد قبله ليه أشكول محمد أطهر أنفاسه كانت على صفحته مرسلة قبلت ما قبله ثغره الناطق بالوحي ابتغاء الصلاة علش قبلت الحجر الأسود لأنه النبي صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرن قبله فتقول هني قبلت فم النبي صلى الله عليه وسلم شو محلاها عبادتنا مش نعبدو في صنامنا نحطوه وندعيه له عبدا مش كيف كيف مش نحطه تمثال في مكان الصلاة ونتلفتوله كما كثير من الأديان سيدنا عمر كان فقير كان فاهم شاف له الصحابة مرة ومشيوا بحث الشجرة شنية الشجرة هذه قالوا هذه شجرة الرذوان شنية شجرة الرذوان قالوا لبايع فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ونزلت في القرآن لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فخشي على قومه من الشرك قال يمشي وش جماعة يعظموا الشجرة ويقعدوا غادي هاي ما لتعرفش كيفاش فقطع عمر ابن خطاب رضي الله عنه لأنه أراد الله أن يحفظ به وبأمثاله هذا الدين ويبرئه من الشرك ومن لحاد الملحدين وهذا يملأ قلب الصالحين أن ديننا هذا هو الدين الخاتم اللي فيه فاعبد الله مخلصا له الدين وبشاهديك ربي سبحانه تقول ما قاله موسى عليه السلام إن معي ربي سيهديه ودي لي سلامي يا رايح للحرام ودعي لي وسلم لي على هادي الأمام ودي لي سلامي يا رايح للحرام ودعي لي وسلم لي على غادي الأمم انظر للكعبة محلاها نور وجمال يغشاها يحرسها ربي ويرعاها اذكرني أمامها ودعي لي ودعي لي يا سعي بهم من الصفة للمروة يا شارب من زمزم اذكرني بدعوة يا سعي بهم من الصفة للمروة يا شارب من زمزم اذكرني بدعوة يا طالع على جبل الرحمة يا ماشي في وسط الزحمة يا طالع على جبل الرحمة يا ماشي في وسط الزحمة اطلب من مولاك الرحمة واسأله الريضا ودعي لي ودعي لي هنيئا هنيئا يا رايح للهادي غرام شغل وما لك كل فؤادي هنيئا هنيئا يا رايح للهادي غرام شغل وما لك كل فؤادي وادخل من باب السلام بتأدب واحترامي ادخل من باب السلام بتأدب واحترامي سلم على طه التهامي واسأله شفاعة ودعي لي ودعي لي سلم على طه التهامي واسأله شفاعة ودعي لي ودعي لي هنيئا هنيئا يا رايح للهادي غرام شغل وما لك كل فؤادي ادخل من باب السلام بتأدب واحترامي سلم على طه التهامي واسأله شفاعة ودعي لي ودعي لي بارك الله فيك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد إذن حلقة اليوم فاعبد الله مخلصا له الدين قال أصحاب موسى لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وما أحلم الله ما أرحم الله على من عصاه كيف بمن أطاعه وأرضاه أصحاب موسى عليه السلام خيروا الشرك على التوحيد خيروا عبادة صنم على عبادة الله عز وجل وما أحلم موسى عليه السلام شوف كيفش رجع عليهم شوفوا الدروس محلاها والله لو من القرآن نتأدب ونتعلم الدنيا كل تعيش في سلام من قصة سيدنا موسى عليه السلام صور واحد توا مثلا يشوف يجمعه يا عبده صنم شنو مش يعمل توا يولي اتهامات وضرب وشوف شنو يصير آخر بينما سيدنا موسى عليه السلام قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبضر ما هم فيه وباتل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها شو محلها يش ما هنحبدو الله نحبدوه بالتوحيد الخالص شوفوا طريقة الأنبياء في الدعوة وهذه الغاية راهي من قصة موسى عليه السلام هل اعتبر بنو إسرائيل من هذا الدرس أم أنهم سيعيدون الكرة وربما بدرجة أعلى هذه المرة هاتوا أولا إن شاء الله غدوة بش نشوفوا سيدنا موسى في موعد خاص جدا بش يمشي إلى لقاء لقاء شكون زعمة بالنسبة لنا شو تعلمنا من حلقتين هذوما؟ نتعلموا أن لا نذوب في حضارة الآخرين نتعلموا أن نتمسك بهويتنا نتمسك بعبادتنا نتمسك باتباع نفس طريقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما نزيدوش ما نتفلسفوش بش نسلموا شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعبد الله عز وجل حتى نفوز برضاه ومتعة لقاه يوم القيامة اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين لا مبدلين ولا مغيرين اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راكبين واحفظنا بالإسلام في كل وقت وحين ولا تشمت بين الأعداء ولا الحاسدين واجعلنا يا رب نعبدك مخلصين لك الدين تقبل الله سيامكم تقبل الله قيامكم فتح أبواب الجنة أمامكم دمتم في حفظ الله دمتم في حفظ الله شاهي طيبة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة